اشتركوا في القناة 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 تم زيادتهم جراء الجائحة عشان الآثار الاقتصادية السلبية التي قد أصابت بعض الأسر في المناطق النائية وفي العمالة غير المنتظمة إجمالي المواطنين 14.2 مليون مواطن كانوا بياخد دعم نائدي طبعا هم أطفالهم معفين تماما من مصروفات المدرسة لهم رعاية صحية لغير القادرين أيضا فتحنا المجال للا أمية مع تكافل وصلنا إلى 15 ألف سيدة تم محو أميتهم من أسر تكافل عن طريق بنات وفتيات تكافل المتعلمات تم التعامل معهم هم والرائدات المجتمعيات لمحو أميتهم أيضا يمكن جراء الجائحة تدخلنا بالدعم الغذائي وبالأدوية للمسلمين والدعم النقدي لما يقرب من 5.5 مليون أسر دعم عيني بالإضافة إلى 115 ألف أسر أخذوا أيضا دعم نقدي مؤقت لمدة 6 شهور أيضا يمكن أتحنا الدعم النقدي لمشرفات الحضانات التي تعطلت عن العمل وللمرشدين السياحيين الأفقر الذين ليس لديهم مورد دعم نقدي آخر فالسيدات المردعات والحوامل أيضا عشان حرصا على تغذيتهم وتغذية أطفالهم وصلنا إلى 40 ألف سيدة فالحقيقة يعني إجمالي التدخلات اللي وصلنا فيها في ملف الحماية تم الربط الشبكي بيننا وبين وزارات عديدة كانت موجودة ولكن استحدثنا أيضا استخراج 50 ألف بطاقة تموين لأسر تكافل وكرامة كانت محرومة من التموين بالتعاون مع وزارة التموين في برنامج سكن كريم وحياة كريمة وصلنا إلى مليون ونصف أسرة تغطيع بترميم منازل وصلات مية وصلات صرف قوافل طبية قوافل بيطرية فكانت يعني أتى العام بكثير من الإنجازات أيضا بخص بالذكر الأشخاص ذوي إعاقة وهم فئة مهمة جدا بالنسبة لنا وصلنا إلى مليون ومائة ألف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية 5 مليار جنيه يمكن أتحنا فيها أيضا بطاقات خدمات متكملة وصلنا حتى تاريخه إلى 561 ألف بطاقة خدمات متكملة إن شاء الله بنبتدي شراكة جديدة في إطار إطلاق منظومة موحدة للأطراف الصناعية بتوجيهات من السيد الرئيس مش بس التضامن شريك فيها لكن موجودة معنا أيضا وزارات شريكة بدءا من قوات المسلحة وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وزارة التعليم العالي يعني في وزارات عديدة فأطلقناها في آخر هذا العام للأشخاص ذوي الإعاقة وصلت خدمات التأييل لما يخرج من 400 ألف فرد فده عن ملف الحماية الاجتماعية الحقيقة أيضا انتهينا فيه على وشق إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي فتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وسيصدر عن قريب إن شاء الله في الجريدة الرسمية بدأنا ما يكنت منظومة الجمعيات الأهلية بدأنا أيضا إنتاج أو تطبيق إلكتروني للأطفال المفقودة انتهينا منه سيطلق على أوائلها العام القادم الحقيقة أيضا وصلنا إلى ما يخرج من 60 ألف مشروع متناهي الصغر سواء عن طريق مشروعات مستورة اللي بيشرف عليها ويديرها البنك ناصر الاجتماعي أو مشروعات تنمية المرأة الريفية التي تظلها وزارة التضامن الاجتماعي فيمكن أخيرا عملنا تمن معارض أسر منتجة في أنحاء الجمهورية سواء لصناع الأساس أو للمفروشات أو للأسر منتجة بكافة أنواعها الحقيقة يعني كان ملف زحمة لكن صعد إلى السطح في تدخلات جراء الجائحة في التعويضات للعمالة غير منتظمة ضمن المبادرة التي يشرف عليها السيد رئيس مجلس الوزراء وصولا إلى مليون وستمائة ألف عمالة غير منتظمة بما يخلق بأكثر من 2 مليار جنيه التدخلات الخاصة بالجائحة بالأغذية والكساء والأدوية تخطينا فيها 1.8 مليار جنيه آخرين طيب معالي الوزيرة يعني الحقيقة يمكن محطات كلها إنجازات وكلها فخر وجهد يعني في حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي لكن خلينا برضو نتكلم مع حضرتك إحنا خلاص يعني ساعات ونستقبل عام جديد الحقيقة في ناس منتظرة الكثير من وزارة التضامن الاجتماعي يعني لو اتكلمنا عن فئة المسنين الفئة الجميلة اللي على رأسنا يعني بشكل كبير جدا في المجتمع المصري نقدر نقول مثلا هل هيكون ليهم بعض الخطوات في بداية العام الجديد أصحاب المعاشات مثلا الفئات اللي هي إحنا عارفين إن كان فيه اهتمام الحقيقة من قيادة الدولة بيها بشكل كبير وفي نفس الوقت وزارة التضامن الاجتماعي يعني هتكون منتظرة الخطوات دي وفيه العام اللي إحنا نستقبله كمان شوية ويهيكون فعلا فيه قوانين وخطوات كده مفعلة طيب أولا أنا طبعا يعني عن نفسي وعن وزارة التضامن الاجتماعي بأرسل تحية تقدير واحترام واعتزاز للمسنين مصر الكرام ويعني الموقرين وبنتعهد كوزارة إن إحنا إن شاء الله يعني إحنا بدأنا في أكتوبر وستستمر حلقة العطاء ورد الجميل إلى هذه الفئة هذه الفئة الحقيقة لقيت مننا بعض المزاية أثناء عام 2020 وستحمل المزيد في 2021 الحقيقة إحنا يمكن عندنا 6.5 مليون من أصحاب المعاشات حلنا قضية بالشراكة مع الألقات العديدة وبتوجيهات من السيد الرئيس الجمهورية تم حل مشكلة العلوات الخمسة والحقيقة تم تكليف هذا الملف بما يقرب من 35 مليار جنيه علشان حل مشكلة العلوات الخمسة أيضا يمكن كانت زيادة المعاشات هذا العام هي الأكبر وصلت لـ 14% زيادة للمسنين في أكتوبر أطلقنا بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ومع وزارة المالية وزارة التضامن أتاحت كجزء من برامج الحماية الاجتماعية الوسائل المواصلات المجانية للمسنين فوق 70 سنة و50% خصم من 60 ل70 تم الاتفاق أيضا مع الهيئة قامية للبريد على توصيل المعاشات للمنازل للمسنين فوق 80 سنة دون مقابل هي الهيئة قامية للبريد دكتور شريف فاروق أول لما تم التفاوض معاه فهو قال أنه سيتحمل البريد معنا هذا العب بنعد لستراتيجية المسنين لأنه دخلنا المسنين أيضا ضمن منظومة التأمين الصحي تضامن لجنة معنية بقضايا المسنين دخلناهم التأمين الصحي كنا مراعين تماما لمؤسسات الرعاية للمسنين أثناء الجائحة تم تعقمها بشكل دوري وكامل مع جمعية الليل الأحمر تم توفير لها كافة وسائل الحماية أثناء الجائحة تم إرسال الأدوية عن طريق جمعية الهلال للمسنين الحقيقة أيضا يمكن الجمعيات الأهلية للمسنين بدأنا نعمل منهم شبكة حماية اجتماعية لخدمة المسنين بنوفر أيضا أجهزة مساعدة زي المشايات وزي العككيز ضمن الكراسي المتحركة وإن شاء الله هذا العام القادم يحمل المزيد وبناء نحن هنقدم قانون خاصة لحماية ورعاية وتنمية أو تمكين السادة المسنين بنقدمه عن قريب إلى مجلس الوزراء وسيتم مشاركته مع مجلس النواف في الربع الأول من العام القادم لكن تم الانتهاء من الاستراتيجية والتشاور بشأنها في لجنة وعدة مخصوص من هذا الملف طيب سؤالي الأخير كبار بلا مقوى عشان أختم كلمي كبار بلا مقوى أيضا إحنا يعني ممكن توسعنا في مؤسسات كبار بلا مقوى وتقديم كافة أشكال الحماية والدعم للكبار بلا مقوى بصفة خاصة المسنين وتوفير لهم الدعم النفسي طيب سؤالي الأخير لحضرتك معالي الوزيرة هل في مبادرات جديدة أو برامج اجتماعية جديدة هنشهدها في عام 2021 إن شاء الله طبعا هو إحنا يعني عندنا البرامج مهما عملنا يعني لن نكون راضين إلا أن نعزز ونجود عملنا أخطر وإن يكون فيه يعني منظومة الشكاوى والتظلمات سيتم هي أصلا إتميكنت لكن حيتم الاستجابة لها بشكل أكثر جودة وأكثر كفاءة العام القادم في استراتيجية وصندوق العمالة غير المنتظمة تم تكلفنا من سيادة الرئيس إن إحنا ندرسه دراسة وافية في توفير الحماية الاجتماعية المتكملة للعمالة غير المنتظمة بما يشمل الصيادين المزارعين الصائقين النقل البري مع مال تدوير القمامة الباعة الجائلين كل هذه الفئات إن شاء الله سيكون لها اهتمام يذكر في العام القادم مش بس من التغذية التأمينية ولكن مدهم بأدوات إنتاج توفير لهم القروض الميسرة حماية أولادهم وأطفالهم أيضا لدينا مبادرة السبع وعشرين وحدة تضامن داخل جامعات مصر لاحتواء ولمشاركة الشباب المصري في قضايا التنمية وفي تقديم العون والدعم له وإلى دعوته إلى المسيرة أو الرقب التنمية لأنه يجب أن يساهم في هذا هيكون لنا عدد كبير جدا من مشروعات متنهية الصغر للشباب وللمرأة هيكون أيضا لنا تدخل في المناطق الحدودية بشكل أوسع في الحمال الاجتماعية والمساعدات والدعم النقدي والتمكين الاقتصادي المناطق الحدودية ستنال منا اهتمام العام القادم وأخيرا يمكن تطوير التأمينات ويمكن تطوير منظومة التأمينات هيكون أطلقة إن شاء الله اللائحة التنفيذية وبيتم ميكنة منظومة الجامعيات الأهلية وحنبدأ العمل على قدم وصاق يمكن إن شغلنا بالملف التشريعي في الفترة السابقة لكن إن شاء الله في الفترة القادمة هيتم تفعيل العمل الأهلي بشكل جيد لأنهم يستحقون ذلك وثقاتنا فيهم كبيرة معالي الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك بقى الف خير وسعيد فصل قصير ونعود لحضرتكم من جديد دائماً ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة